في 2014 مع تولي رئيس عبدالفتاح السيسي وأعلان سيادته أن مشروع المحط النووي بالضبع أحد مشروعين قوميين بيتبنهم سيادته بدأ فيه تحرك كبير في هذا المصار في 2014 تم توقيع اتفاقية البي دي اي أو تفريط مع روسيا الاتحادية تم دعوة خمس دول لإنشاء محط النووي بالضبع كانت فرنسا وأمريكا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية تلقينا ثلاث عهود من ثلاث دول كمن الصين ومن روسيا ومن كوريا الجنوبية لكن تم دراسة في ذلك التوقيت كل العهود وجدنا أن المصار روسي كان هو المصار الأفضل وتم اتخاذ الجانب روسي كشريك استراتيجي ثم حصل تقدم كبير في هذا المضمار ولذلك نعتبر دائما أن التحرك بدأ من 2014 ونعتبر أن دي بداية وإحياء للبرنامج النووي مرة أخر الحقيقة حصل تقدم كبير جدا في 19 نوفمبر 2015 تم توقيع عادة من الاتفاقيات اتفاقية مالية لتمويل المشروع اتفاقية فنية لبناء المحطة اتفاقية رقابية بنهاية رقابة النووية المصرية ونظريتها الروسية وبدأ من ذلك التاريخ المشروع تقدم تباعا إلى أن دخل حيز النفاز في 11 ديسمبر 2017 لما نجي نشوف من 55 إلى 2017 نتكلم على حوالي 60 سنة المشروع النووي المصري ظل عالقا في أزهان القادة المصريين إلى أن تم إحياءه بالفعل في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي وحدث تقدم كبير في هذا المشروع وما زلنا نسير في خطوات متسرعة لتحقيق هذا الحلم الذي يظل يراود المصريين عقودا طويلة يعني فعلا الحلم قعد يراودنا من سنة 55 لحد ما بقى عمليا النهاردة على الأرض في عندي هذه المحطة بتاعة الضبع ولما بنقول محطة لأنهما أربع مفاعلات تمام صحي كده؟ بالضبط كده ترجمة نانسي قنقر